بعد تأخر تزديد المستحقات المالية لإيران التي قللت خمسة ملايين متر مكعب من الغاز الذي تزوده للعراق ما تسبب بتقليص ساعات تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية يرافقها ارتفاع في درجة الحرارة التي تصل في الأيام القادمة إلى نصف درجة الغليان في العراق موجود الغاز وكل شيء موجود في العراق لماذا لا يستثمرون هذا الغاز وعدم شرائه من الخارج الغاز يحرق لكن لا يستفاد منه العراقيين والعراق وأيضا هذه طامة كبرى تضاف إلى مشاكل العراق المتعثرة فيجب على الدولة وعلى الحكومة وخاصة الحكومة القادمة أن تستثمر الغاز هذا في سبيل أنه تكون هناك استمرارية للتيار الكهربائي الحل بنظر العراقيين هو استثمار قطاع الكهرباء من خلال إدخال الشركة العالمية الرصينة واستثمار الغاز المحلي حيث يقدر المواطن ألا الحكومة المقبلة في حال توجهت نحو الشركات الأجنبية فأن الأزمة تحل بغضون عام واحد نحن نحبذ لأننا في صيف قائص جدا تصل في درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية إلى أن تقوم الشركات الكبرى وخصوصا الألمانية منها بإعادة تهيئة وبناء الطاقة الكهربائية في العراق هناك شركات عالمية مختصة في قضية الكهرباء مثلا شركة سيمينز وتعلن أنها قيمة الطاقة بأسعار ربما أكثر من ما نستورده من إيران أو من السعودية أو من أي دولة أخرى بإمكان الدولة العراقية عقد الاتفاقية وبضرف السنة صدقني سيتغير الحال أزمة قديمة متجددة بدأت من حين هدر الغاز العراقي وحرقه دون استثماره ليتفاقم الأمر وصولا إلى مرحلة يكون تيار العراق الكهربائي معتمدا على ما تمنحه إيران من غاز أزمة الكهربائي تتجدد مع تأخر قرار الموازنة فإيران تقلص سعات تزويد العراق بالغاز بعد تأخر العراق في تزديد الأموال الأمر الذي تسبب بتقلص سعات تجهيل طاقة الكهربائية من بغداد محمد فراس قناة التغيير